من يحمي المواطن العراقي من التجاوز على أملاكه ومن يحمي أيضا أملاك وعقارات الدولة من التجاوز عليها أو إيجارها حتى بمبالغ زهيدة جدا حقيقة الفساد في المؤسسات الحكومية طيلة السنوات الماضية كان سبب رئيسي في انتشار هذه الظاهرة وكما جاء في تقريركم مثل عما يجري في محافظة النصرية 200 دونم العراق حقيقة تعرض أولا لأزمة مناخية أزمة بيئية إضافة إلى الجفاف الكبير يضاف إلى ذلك التجاوز على الأراضي الزراعية ضمن الإحصائيات الموثقة العراق يفقد 400 ألف دونم سنويا منذ 2003 حتى هذا اليوم للتجاوز على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية يضاف إلى ذلك كثير من الذين قاموا بشراء قطع أراضي على أساس أنها تمليك وهي من أراضي زراعية قسمها أصحابها أو هي مملوكة للدولة بقانون الإصلاح الزراعي ومؤجرة إلى مزارعين قاموا بتقطيحها ومن ثم بيعها وبعد ذلك تبين أن الكثير من هذه قطع الأراضي غير موثقة وغير صحيحة أخذوا المبالغ ثم غادروا أو هربوا أو زوروا يضاف إلى ذلك عمليات للأسف يقوم بها بعض السياسيين أو بعض المتنفذين في الدولة العراقية إذن هي عملية منظمة سيد هاني وليست عشوائية من قبل جماعات هنا أو هناك سواء في بغداد أو حتى في المحافظات العراقية وهنا يكمن السؤال دوماً ما القضاء العراقي يقوم باستقدام وحالة طلبات قبض على بعض من هؤلاء المتجاوزين أو الذين يقومون بتجريف بعض الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها ولكن السؤال اليوم ودعوات المواطن العراقي تقول بأن هناك جهات سياسية رفيعة المستوى متنفذة هي من تقف خلف هذه الجماعات وتستند عليها هذه الجماعات في عملها بكل تأكيد هناك أحزاب هذه الأحزاب لديها لجان اقتصادية جزء من أعمال هذه اللجان الاقتصادية هو الاستيلاء على مثل هذه العراقي يعني على سبيل المثال في محافظات معينة تهدم مدرسة وتتحول إلى مول متنزه في منطقة وهو المتنفس الوحيد لأهل المنطقة يتم تحويله إلى مول أو إلى أي جانب آخر أو إلى مستشفى خاص وغير ذلك لأن هذا الشخص المستثمر قدم رشاوح وحول جنس الأرض من شيء إلى آخر يضاف إلى ذلك غالبا ما تسبق الانتخابات محاولات مثل هذه لإرضاء الناس كتوزيح سندات عراضي من أجل أن يحقق أصوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر